قصة وجريمة جديدة غريبة جداً أبطالها إسراء 22 سنة وشراء 24 سنة من مدينة أليوب في محافظة الأليوبية القضية دي يا جماعة موجودة الآن أمام القضاء بس حبيب أقول لك إزاي طمع الأهل والأسرة ولاد الأسرة الوحدة ربنا يحفظكم جميعاً وخلي بالكم آسف من قريبكم حتى قريبك خلي بالك منه ليه؟ عشان اللي هحكوه لك ده أبطال القصة دي طفل اسمه محمد إسماعيل عنده 8 سنين وبنت خاله إسراء 22 سنة طالبة وصحبتها اسمها شروق رب تمنزل عندها 24 سنة محمد اللي عنده 8 سنين يبقى ابن خال إسراء ابن خال إسراء اللي هي عارفة إن خالها غاني جداً وعنده فلوس كتير وربنا ميسر حاله تقوم إسراء بنت أليوب أليوبية عاوزة فلوس أنا طالبة وظروفنا صعبة فبفكر عاوزة فلوس طب أجيب فلوس إزاي وأنا لسه بدرس يجي الشيطان يحضر تقعد مع شروق يتكلموا اللي اتنين ويفكروا قايت لها بقولك إيه؟ تم نختف ابن خالك ونطلب فدية من خالك عاجز إننا ناس خطفناه وناخد منه الفلوس وبعد كده نرجحه له المهم أمشي طنح لهم بنت اللي 28 وبنت اللي 24 يتفقوا على هذه الفكرة وبالفعل تلبس إسراء اللي عندها 22 سنة النقاب وتروح في البيت قدام فيلة خالها محمد 8 سنين بيلعب قدام الفيلة طبعا بعد ما بعدت بقى تتابع وتشوف يعني فرح اتقلت له إن أنا تايها في العنوان عاوز أروح بيت يعني جنبهم وكده فالولد يعني المنطقة الترقية وهي لابسة نقاب اللي طبعا أنا أقدر أوديك يا طنط وبتاع المهم فأمخدوه في بيت قريب من المنطقة دي الولد بيوصله تعالي بقى أنت وصلتني وبتاع واتفل صغير دخل معهم جوه بيشكره وبتاع أنت وصلتنا وشكرا وكده والبنت لابسة نقاب عشان ما عرفش أن هي بنت خاله يعني بنت عميته بقى وديته عصير العصير اللي هي وديته له ده بمنطقة تعاطف والحب الولد طبعا صغير ثمان سنين خد منها العصير أتريها حطاله في العصير ايه؟ بنج عشان ينام ويبدأوا يتسلب بيه الاب اللي هو خالها وينفزه الجريمة ويطلبه الفيديو خد بالك وأنا بقول لك الحكاية دي أنا بكلمك على واحدة عندها 22 سنة ولسه طالبة وبتعمل كده في بن خالها سؤالي النفسي قبل ما أقول لك إيه اللي حصل واستكمله معاك هو ليه الضمير وما بيصحاش في أي مرحلة من مراحل الشيطانة اللي ماشية دي يعني ما بتفوقش في أي لحظة ليه مكملة الشر ده كله؟ حططلق البنج في العصير خد الولد العصير شكرهم شرب كوباية العصير بعد ما شرب كوباية العصير طبعا تم تغديره وتنويمه بالمادة اللي حطيناها في العصير فالواد ميه؟ بيتكلموا بقى وقلعت النقاب عشان تيبدأوا يشوفوا هيتسلوا بخالها إزاي ويطلبوا كام لقوا الولد سبحان الله عشان طبعا هم أطفال صغيرين يعني بنات صغيرين لسه مش عارفين كمية المخدر يزر ما كانتش تنايم الواد ثمان سنين فالواد بدأ يفوق تاني قاموا عملوا إيه؟ قاموا حطولوا مخدر تاني ودو له بقية خد يوا بكمل بقية العصير بتاعك وسأقوله العصير بالعافية الواد خد العصير التاني من هنا من إسراء وصحبتها شروق أم مات مات محمد ابن خالها اللي عنده ثمان سنين اللي مالوش أي زنب في أي حاجة لمجرد طمع واحتياج إسراء وصحبتها شروق للفلوس وأن هم يهددوا خالها اللي هو مختارش أنه يبقى غني ويجتهد ويجتغل ويبقى عنده فلوس وابنه عنده ثمان سنين لسه بيقول يا هادي على الدنيا يموت وهو مالوش أي زنب مات محمد طبعا آه تم اكتشاف الجريمة هم طبعا نرتبكوا صوتوا عياتوا الدنيا ما رفش إيه هب الجران هب الناس جي البوليس أبض عليهم وبدأت التحقيقات وفعلا أكرت وحكت كل اللي أنا كنت بحكيه لحضراتكم ده والسؤال ضعوا تلاتة عشان الفلوس ومن عيلة واحدة عشان نفكر إزاي ألف مرة حتى وانت مع أقرب الناس ليك فكرت في الفلوس ففكرت في خالها تختفي بن خالها الديتوبينج الواد مات زنبه إيه محمد وكمان إسراء وشروق أكيد هيتحكم عليهم سواء بالإعدام أو بحكم شديد طبعا يعني هو في الغالب إعدام ما أعتقدش حتى 25 سنة مؤبد يعني يبقى فيه تلاتة ماتوا لمجرد فكرة شيطانية في لحظة هدفها كان الفلوس لطفل ملوش أي زنب خرج يوصلها لما قلت له تعالى وديني ننتيها ربنا يرحم محمد ويصبر قلب الخال والأب خد بالك بقى الراجل ده يعني يعني اللي اسمه إسماعيل ده مصدوم مرتين يعني ابنه 8 سنين مات اتقتل واللي قتلته بنت أخته اللي هو خالها عشان عايزة تقوم منه فلوس تخيل الراجل ده دلوقتي في اللحظة ما بعملك في الفيديو ده يكون حاسس بإيه يا جماعة بجد ده احنا بقنا في مجتمع متوحش جرائم غريبة الله يخربت أم الفلوس والله العظيم الفلوس اللي عمرها مش بكترها ولكن ببركتها ممكن تكون بتقبض قليل لكن فيهم بركة يا جماعة ده مش كلام نت وتلفزيونات ده كلام حقيقي عمرها ما بتجيب السعادة هي وسيلة بس ما بتجيبش السعادة فبالتالي ربنا يا رب يحفظ كل الناس وأي حد بيفكر النشطان حاله يبقى بياخده النوعية دي من الجرائم يخلي باله قلونا قرأكو وتعليقاتكو تحت هذا الفيديو ما تنساش تلايك وتشير وتشترك في القناة